أمو عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم غبرت غبرت واحد شوية كيف ما شفتم معنا اليوم ان شاء الله واحد لابا ختمون للبيع دائما نبدأ على بركة الله لأول مرة غد نشوف لاشين ما ينساش يتقبون يضغط على الجرس باش دائما نقوص الجديد والناس اللي معايا مرحبا والف الف مرحبا كيف ما شفتم معايا طولت الغيبة شوية ولكن الظروف لأيني كنت مريدة صراحة نمرت واحد المرضى اللي خيبة الحمد لله لولدة تحتهما كانوا مراد والله بعد عنا ان شاء الله هاد الوباء واعتنا صحيحتنا واعتنا ان شاء الله تكون الامر كلها باخر لان الناس كلهم مراد لكبار لصغار الحمد لله اللهم ملك الحمد الله اعتنا ان شاء الله شيشتي واحد عنا هاد الميكرو اللهم ملك الحمد الحمد لله شوية ذاب الله ملك الحمد كيف ما شفتم معنا الناس لكي سولوني كيقول لي غبرتين بقيتش كالدليل لنا الديون ما بقيتش هذا ولا كيف ما قلت لكم انا كنت مضحت الصوت كالمشاني ما كش كنقدر قاع نهضر تقريبا واحد عشرين يوم وانا ما كنقدرش نهضر بحلقة ديالي كان جاتني واحد لاب السيدة بالحمد لله الله ملك الحمد الانسان كيقول عليه الصحيحة كيف ما كنقولها دائما صحة وراحت البال هي اللي كي طلب لواحد هاد لابقتمون فهي اللي نبيح كيف ما شفتو معانا كينا في المنصرية وبالضبط في ما نسباي ما نسباي اللي هي غني عن التعريف زوين زوين بزاف اه مو لابقتمون بغي بيعا غنعطيكم جميع المعلومات المتراج والثمن سمحوا لي على تصوير لاني ماشي انا اللي صورت كيف ما شفتو حكم انا اني مرادة ما كان خدرش ندي بلاس ما بزاف عارسي ذالي صورتها لي ولكن انا غدا نعتاكم كل شي هاد لابقتمون كينا في منسباي بالضبط في المنصرية اللي المتراج ديالها واحد وتسعين متر هادي مولاتها بغت بيعها اللي بغى بالفراش اولا اللي بغى حتى بلا فراش مشي مشكيل وحتى اللي بغى الفراش راه غادي تصوب معاه لابقتمون كيف ما قلت لكم في منسباي في المنصرية بالضبط لي كي سولوني الناس على المنصرية فهي في طريق بوزنيقة في الخرجة دي المحمدية الخرجة المحمدية وطريق بوزنيقة مدينة اللي هي زوينة فيها البحار فيها كل شي في هاد رزيدان صفر ما فيها بزاف هاد منسباي كينا بالضبط حدا كارفور يعني قرب لك فنزيا ايس كارفور كل شي قرب كيف ما قلت لكم عندها دو شامب ودو سالون اللي انفاس مع بعدياتهم دو سال دو باع وكوزينا بطبيعة الحال وهي في خامية ايتاج انفاس بيسين وفي الطبق الاول والمتر الجيالة كيف ما قلت لكم ما هو واحد وتسعين متر ودائما كيف ما نقول لكم راه تامن قابل للنقاش دائما راه تامن قابل للتفاوض يعني ضروري مولا باختامون ما كي نقص شوية كيف ما قلت لكم فيها جوج للبيوت الشامبغ لولا ديال الوليدات هي هادي والشامبغ الثانية وفيها جوج لحمحم دار مصلوحة زوينة الفراش حتى هو زوين مولا سلا باختامون بغا تبيعه سواء بالفراش او لا بالفراش اللي بغا للفراش راه تفاهم معاه ولي بغا لباختامون بوحدها راه تفاهم معاه المتر الجيال ها راه كبير شوية راه واحد وتسعين متر هاد البخوجي ما نسباي راه غاني عن تعريف زوين فيه لسباس فيه بزاف الحويج اللي زوينين ولي اهم انه قريب لجميع المرافق يعني قريب بزاف البزاف الحويج قريب قهاوي بزاف لسبور مارشي البحار حتى هو قريب ليه مهم تمان دير هاد البخطيمو هو مية واثناشر مليون كيف ما قلت لكم تمان راه قابل للناقاش مية واثناشر مليون لانا البخطيمو راه كبيرة زائد ان هاتي تخيبلوتي تخديالي يعني من نهارك غتبشي عند النوطي غتسجل وتحفظ شحام واحد كيقول يلا انا بغي نشلم عند النوطي غ نبغي نسجل ونحفظ طبعا تلحان كل واحد يبغي نرزقو هاد البخطيمو راه ما عند النوطة كيف ما قلت لكم عند هالوتي تخديالها وثمن ديالها اللي مية واثناشر مليون وكان قول لكم ثمن راه قابل للنقاش المتراج ديالها واحد وتسعين متر ووجات في الطابق الاول وبالطبط كيف ما قلت لكم في مانسباي قدام كارفوغ وهناك يكون شان بغتانيا اللي احتهية في هالبلاكار لحما حم بطبيعة الحجوج عندها لتغاس دايرة بلتغاس كلها ودو سالون يعني سالون مقابل مع سالون متنساوناش بلايك دعمونا شوية واخبا بقيتش كلوح الفيديو ولكن راكم في البال دائبا في البال كيف ما قلت لكم راعي رصحها كاتخلي الواحد ما كيقدر لدلتشي حاجة ما كان قدر لندابل اسمال اوالو يعني لي لحلي هاكا فيديو واللي كان قدر نخدم لي نخدم فيه ما كنت لكم كنت عيني شي ولكن دابا الحمد لله ما زالا غدانشي نصور لكم واحد البروجيه فروش نوار بالنسبة للناس اللي كي سولوني الجالية المغربية واحد سيدا اللي باح تصل لطبيقات كبغا تشوف شي ديور وسط كازا يكون رخاص بطبيعة الحال كينيين انا لقيت واحد البروجيه اللي هو زوين بزف كي بدات قربا من 9500 درهم المتر ولكن الكاختيره واعر بزف وبروجين قوي زوين غديمشي نصور فيه ان شاء الله هاد الاسمان ندير فيه دي فيديو وقلو حوليكم كي سوروني ناس بزاف بغني شروف كازا بطبيعة الحال انا معاكم اللي بغا يبيع لابا اختمان ديالو يصور يتواصل معايا عبر الواتساب انا دائما كنخلي الرقم ديالي يا اما في صندوق الوصف يا اما في العنوان وكان عاود تقول لكم انكم سمحوا لي على التصوير اه لاني باشي انا اللي صورت عرس كذا اللي صورت لي وكانو دي فيديو قصار انا حاولت انتقلهم شوية باش يلا يلا المهم اللي بغا ان شاء الله مرحبا بيه التاصل بيه وديك ساعة رغي يشوفها مباشرة اللي مهتم بالامر رابطة باعة الحال غديمشي حتى التمه ويشوفها وكان هدا هو الفيديو دياليوم نتمنى ان شاء الله ادعموا القناة ان شاء الله ولي بدي فيديو بزاف وكيف ما كان قول دائما عيسحة وراح تلبال هي كل شي الناس اللي كيسونوني على البروجير في منصور يفما لقافته وقته وراح قريب ان شاء الله على الابواب ما بقى قدم ما فات عرش شوية الصبر والله العدم لكل شي غايكون زويل لانه عنده واحد واحد الحاجة زويلة بزاف عرش صبر وصافي خليكم معايا حتى الاخر ديالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة